معنا على تليفون دكتور هشام مصطفى عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا سهل أهلا بيك إزاي الصحة كله تمام؟ كله تمام كيف يرى دكتور هشام تشكيل لجنة مجلس أمناء الحوار الوطني التسعتاشر اسم يعني يراهم الكثيرين وأنا منهم أنه مجلس متوازن جدا بس مهم عندي أعرف رأيي دكتور هشام أنا بصراحة شايف أنه هو ده مجلس بيعكس مختلف اللقاء الوطنية السياسية سواء كانت المؤيدة أو المعارضة أو اللي هو في يمثل الوسط السياسي المصري فأنا شايف أنها شخصيات قوامات وطنية كبيرة وليها تاريخ سياسي وفي العمل العام والعمل الصحفي في أكثر من الاستخدام وعيش أكتب تحظى بقبول واحترام كبير في الوسط السياسي المصري وتشكيلنا بيعبر برضو عن أنه هو متنوع يعني توقفي خبرات فنية أو خبرات مهنية أو حد يجي خبرة بالعمل السياسي والعمل الصحفي والعام فأنا بصراحة شايفها تشكيلة محترمة جداً بتنبق أن الحوار جاد وقوي جداً الحوار مهم من خلال الشخصيات وأنا شايف أنها هيكون لها قبول كبير لمختلف السيارات هذا بالنسبة للتشكيل أنا أتمنه وأشده شايف أن الحوار الوطني نفسه علامة من العلامات المهمة في شكل الدولة المصنية ومدى جديتها في التعامل والاشتباك مع الملفات دايماً عودنا الرئيس عبدالفتاح السيتي ما هو من ساعة حكمه أنه هو رجل دولة من الصراز الأول الواقع المحتاجة تمسك الدولة ومحاربة الإرهاب كان وقف وقفة كبيرة وخلفه الدولة الرطنية قبلها لتثبيت أركان الدولة الرطنية ثم بعد ذلك الدخول في ملفات صعبة جداً في الملفات الاقتصادية والكلام ده بعد فترة طويلة من البناء وتنمية واختراك المسكيلات صعبة جداً وطويلة هو الآن بيبنسه في مرحلة عديدة تنمية سياسية وهي الدولة المصنية فأناه الحاجة لي الحوار الوطني ينقل من مساحة الظاهرة الكلامية الظاهرة الاعتراضية الظاهرة اللي نحن بنتخلصة الشردية التراشق بالألفاظ الكلام على أرضية نسك ملفات حققية ده ما حدث بتتكلم من من شوية المهم جداً ان احنا بالنسبة لنا اللي بيقول اه بيقول اه ليه وخلفيته الكلام ده هو اجاب الكلام ده منين صح اه صراع علمية كخصص آليات طبعاً انا لو اقول لأ اه نسك الكلام ده بس القصو عندي معلومات والداتة اللي موجودة طب انا قلت لأ قلت لأ ليه طب انا معترض على ايه يتحول الحوار بدل ما هو كائن احنا عن نتيجة هي عملية الصراع ليه اه وطن واحد وهدف واحد وان الحوار ده يكون بديل على الصراع سواء السياسي او الصراعي نمتك ملفات صح وانا ادور انا بالنسبة لي معترض على النقطة دي انا شفتها وانت مش شفتاش ففرصة ان احنا كلنا نقطة صح وننتقل من الغوغائية للموضوعية وانا شايف ان دي فرصة تاريخية حقيقية وانت عودي من مع حكم الرئيس السيسي ان هو شفتية جادة يعني هو بالنسبة للكلمة اللي بيقولها بينفز صحيح وقت لما قال حوار يبقى احنا المفروض نكون اهل الكلام دوت والناس سعود ومش عايزين نتكرر التجربة لانا كان لها تجربة في 2014 رئيس جاب الاحزاب وقاعد معانا كلنا وانا كنت من بين المدعوين في الحوار من 2014 وهو كان عايز يسمي انا بفكر وقتها الاحزاب اللي كانت حضرة ان الفرص دي فرص ذهبية وقتها فخامة الرئيس قال لحضراتكو نصا اعودوا مع بعض وتكلموا ايوا عدت سنين اهو يعني من 2014 لحد دلوقتي 8 سنين اه هو كان تي 8 سنين عدوا بس هو بالنسبة لنا احنا ساعتها ما استغلماش الفرصة فادمنا النعمة بالنسبة لان وقتها الاحزاب والقوى الوطنية ان هي تشارك في الحوار بصورة جدية عشان يكون فيه مخرجات لان الفرص دي فرص مهمة جدا ولينا كلنا احنا كلنا محتاجين نواض مع بعض طبعا محتاجين نمال السياسة صح نتعلم بقى نعمة بالنسبة لنا يعني عارن لكل دايك برنامج واضح مش ظاهرة كلامية او شوء او اعلام او رؤية لا اعزين ان انتم ملفات بحق وحق الحوار الوطني لازم عشان يبقى جاد لازم تبقى مخرجات واضحة ومحددة طبعا الهي للتنفيذ الهي للتنفيذ طبعا سواء على المدى القصير او على المدى الطويل والناس تحس بالكلام صحيح ولازم الناس تحس بالكلام ده وتشوفه لازم برضو من الجزء المهم جدا فيما يتعلق بالحوار لازم ينتهي بخطط وعليات خطط زمنية قبل للتنفيذ وبرامج وعلا انا افترض الرأي العام ان الحوار ده انا اتمنى انه يكون حالة مستمرة ننهي بيها مرحلة زمنية سابقة في طريقة المعارضة اللي هي المعارضة من اجل المعارضة معارضة من اجل الشهور معارضة من اجل اللقصة معارضة وخلاص المعارضة انا عايزين معارضة برامجية لننصل لنتيجة ده انا موافع على كده وانا رفض كده لبدايلي اهو فانا شايف ان دي فرصة ذهبية لنا كلنا كما الصين فاسمينها جدا شايف من اول خطوات الحوار الوطني من اختيار الاكاديمية الوطنية والدكتورة راشا المجلس بطراحها يعني الواحد كان حاسس انه المجلس علامة على ان احنا داخلين بجد ده حوار جدي يعني الناس اللي موجودة ديه مش بتهضروا خبرها وثقيلة وليها رأيها فمش هتحضر في حاجة يعني مش جد فاتمنى ان يكون نتيجة الحوار نتائج مبشرة ونقلة نوعية في الجمهورية الجديدة في السياسة في الدولة المصنية هي في ايدينا بصراحة يا دكتور انا بشكورك جدا دكتور هشام مصطفى عبدالعزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضة